ترأس وزير الخارجية سامح شكري ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني أعمل الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين بالدوحة وخلال افتتاح أعمال اللجنة العليا نقل شكري تحية الرئيس عبد الفتح السيسي لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وتمنيات سيادته لدولة قطر حكومة وشعبا بدوام الرفعة والتقدم وأكد شكري على ما تتيحه اللجنة من فرص هامة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والفنية بين البلدين من جانبه رحب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر بنعقاد الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة بين البلدين ودور المأمول لها في الوصول بمستوى تعاون التنائي لأفاق متميزة وفي ختم أعمال اللجنة تم توقيع على مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة ترجمة نانسي قنقر